السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وفيديو النهاردة هنشرح طريقة انشاء حساب ابل اي دي امريكي مجانا مية في المية. قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نبدأ الشرح. دلوقتي انت لو عايز تعمل حساب ابل اي دي امريكي. يكون امريكي مية في المية. ويقبل معاك وهتفتح الابل ستور هتلاقي كل البرامج الامريكية او حابي انت تنزل اي حاجة تكون نزل على الابل ستور الامريكي هتقدر بخلال الطريقة بتاعتنا النهاردة دي. وطريقة مجانية. اول حاجة انت كده كده معاك الايفون في حساب ابل اي دي. انت مش هتغير الحساب بتاعك دوت ولا هتعمل الحساب من اول وجديد ولا حاجة. انت هتخش على ابل ستور زي ما انت شايف كده. هنفتح الابل ستور وعند علامة الشخص اللي فوق دي هتحدوصه عليها. وبعد كده هنفتح الحساب بتاعنا اللي هو الايميل ده. بعد ما هنفتح الايميل هنخش وينوات على البلد والمنطقة. يعني انا دلوقتي هعمل الحساب دوت حساب مصري. انت حابب تحوله الامريكي مفيش اي مشكلة وحيبقى معاك امريكي مية في المية وهتنزل البرامج الامريكي. هتدوس على البلد والمنطقة. هتستنى كده لغاية لما يفتح معاك. كده فتحت معانا اية هندوس على تغيير البلد او المنطقة. بعد كده هتختار البلد اللي انت عايز اي بلد ان كان ومش مش هتحتاج اي حاجة. هنختار الليات المتحدة. اية. بعد كده هندوس على موافقة. هنوافق على الشروط. هنا بيقول لنا اللي انت هتختار اللي انت هتدخل فيزا او او نوع. احنا هنختار نوع مفيش فيزا مفيش حاجة. الاسم الاول واسم العائلة زي ما هو زي ما انت حطوا مش هتغير فيه حاجة. هنا بقى الكلام كل. هنا في اول خانة دي هتكتب زي ما انا هكتب بالزبط كده. وفي تاني خانة هنسيبها فاضية. تالت خانة هنكتب برضو حرف الان وحرف الواي. بعد كده هنختار من النوت. نيويورك. ندور عليها ننزل تحت كده هت. اهي. هنختارها. وبعد كده الرمز البريدي. هنكتب مية تلات عشر. واحد زيرو زيرو واحد تلاتة. وفي رقم الهاتف دوت هنكتب اتنين واحد اتنين. وبعد كده هنكتب ستة تلاتة تسعة واي اربع اركوان من عندها. ايا كانت. زي كده. وحندوسه التالي. وبكده يكون نتغير معنا حساب بتاعنا. هوت نفس الابل اي دي بتاعها هوت. اتغير بقى امريكي. حوريكم برضو القايمة اهي. كل حاجة هي امريكية. يعني ديت مش نزلة عندنا في المتجر المصري او المتجر العربي. ديت هتلاقيها نزل تهيت معاك. وفيها علعاب كتيرة وحاجات كتيرة هتلاقيها نزلت معاك في المتجر. اهو زي ما انتم شايفين كل الحاجات اللي هي الامريكية اللي انت هتحتاج تحملها هتلاقيها نزلت معاك على المتجر من غير ما تتغير الابل اي دي بتاعك او تحتاج اللي انت لرقم امريكي او تتصل بحد من تابعك في امريكا عشان تجيب رقم امريكي او بتشتري من على النت لأ دي طريقة سهلة حبيت اللي انا اشرحها لكم النهاردة ولو في اي استفسار ولا في اي حاجة يا ريت تبعتولي في الكومنتات ولو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة عشان يجو لك كل جديد وشكرا لكم اشوفكم في جديد